في مركز سيدة السلام بعمان نظمت مجموعة عائلة القديسة ماري الفونسين القادمة من رعية الصلط اليوم الروحية السنوية الثامن لمجموعة العائلة المقدسة في الأردن بمشاركة مختلف رعاية المملكة وقد استهل هذا اللقاء الذي حضره سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بصلاة مزامير الصباح ثم بكلمة ترحبية من السيد فارس حجزين المنصق العام لمجموعة العائلة المقدسة في الأردن ومحاضرة المطران الشوملي بعنوان العناية الإلهية في حياتنا اليومية وتوج اللقاء بالذبيحة الإلهية التي ترأسها سيادته مانحا البركة بذخيرة القديسة ماري الفونسين التي حملتها معها رعية الصلط وفي النهاية وعلى مائدة المحبة اختتم اللقاء بالترانيم الميلادية اجتمعت اليوم مجموعات العائلة المقدسة من مختلف المناطق للاحتفال باليوم الروحي السنوي لهذه المجموعات وهو اليوم الثامن تحت رعاية صاحب السيادة المطران ويليام الشوملي الحضور رغم المشاقات التي تكبدوها لرداءة الطقس لأن الغالبية حضرت هذا اليوم للاستماع لسيدنا ويليام للمحاضرة التي تهيها بعنوان العناية الالهية العناية الالهية في حياتنا وفي مسيرة حياتنا كعائلات وكأشخاص وكمجموعات تابعة العائلة المقدسة نشكر نورسات على هذه اللفت الكريمة على مرافقتنا دائما في نشاطاتنا ونشكر سيادة المطران ونشكر كل فرد تحضر معنا هذه الرياضة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة